حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت فإن جعت صلاة كلها عليك قال إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك حان عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بن جارا فأحسناها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة حسنا سعيد بن الأشعثي بن سعيد السمان بن أبي الربيعي أخبرنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسامي حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل ابتن دارا فأحسناها وأجملها وأكلمها وترك منها موضع لبنة لم يضعها فجعل الناس يطفون بالبنيان ويعجبون ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة حسنا أبو عامر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبدالله بن محمد عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو لأ الهجرة لا كنت امرأا من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لا كنت مع الأنصار حدثنا زكريا حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين فذكر معناه حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمر وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب إلى جذعا إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن تجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات اللات على المنبر فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن سكن ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذاك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بليا وأكلته الأرضة وعاد رفاة حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخرة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جبير بن عبد الله قال بين نحن صفوفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر إذ رأيناه يتناول شيئا بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه ثم تناوله ليأخذه ثم حيل بينه وبينه ثم تأخر وتأخرنا ثم تأخر الثانية وتأخرنا فلما سلم قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شيئا لم تكن تصنعه قال إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة فتناوت قطفا من عنبها لأهتيكم به ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض ولا يتنقصونه فحيل بيني وبينه وعرضت علي النار النار فلما وجدت حر شعاعها تأخرت وأكثر من رأيت فيها النساء التي إن أأتوا منا أفشين وإن سألنا أحفين قال أبي قال زكريا بن عدي الحفن وإن أعطينا لم يشكرن ورأيت فيها لحي بن عمر ويجر قصبه وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم قال معبد أي رسول الله يخشى علي من شبهه فإنه والد قال لا أنت مؤمن وهو كفر وهو أول من جمع العرب على الأصنام حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر حدثنا عبد الله بن محمد عن أطفيل ابني أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان أخبرني سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المديني حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أطفيل ابني أبي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب الناس إلى جانب ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لا كان أجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يرى الناس خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات هي التي على المنبر فلما قضي المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فمر إليه فلما أنجاوز الجذع الذي الذي كان يخطب إليه ويقوم إليه خار إليه ذلك الجذع حتى تصدع وانشق فنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى مع ذلك مال إلى الجذع يقول التفيلف لما هدم المسجد وغير أخذ أبوه أبي بن كعب ذلك الجذع فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاة حتى نهاشم بن الحريث حدثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن التفيل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر قال لولا الهجرة لا كنت إمرأا من الأنصار ولوس لك الأنصار وديا أو قال شعبا لا كنت من الأنصار حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن أطفيل عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأزمهم كلمة التقوى قال لا إلها إلا الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو حذيفة موسى عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لا كنت امرأا من الأنصار ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لا كنت مع الأنصار حدثنا زكريا بن عادي وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لا كنت امرأا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا أو قال واديا لا كنت مع الأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر والحديث على لفظ زكريا بن عادي قال عبد الله حدثنا عيسى بن سالمين أبو سعيد الشاشي في سنة ثلاثين ومائتين حدثنا عبيد الله بن عمر ويعني الرقية أبو وهب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع وكان المسجد عريشا وكان يخطب إلى جنب ذلك الجذع فقال رجال من أصحابه يا رسول الله نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى ترى الناس أو قال حتى يراك الناس وحتى يسمع الناس خطبتك قال نعم فصنعوا له ثلاث درجات فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقوم فصغ الجذع إليه فقال له اسكن ثم قال لي أصحابه هذا الجذع حن إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكن اسكن انت شاء غرستك في الجنة فتأكل منك الصالحون وانت شاء أعيدك كما كنت رطبا فاختار الآخرة على الدنيا فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي فلم يزل عنده حتى أكلته الأرضة